بداية هناك من يرى سيد هشام بأن المقارنة العسكرية بين السعودية وإيران غير واقعية ذلك لأن إيران تعتمد على الجماعات المسلحة أي أنها تعتمد الحرب الوكالة وبما أن حديثنا اليوم عن النووي اليوم لماذا تتسلح السعودية نوويا ولماذا تتعمق في هذا المجال وفي المقابل إيران الخطر الذي تشكله يأتي من جماعات مسلحة سؤال وديه ليست هكذا تقاس الأمور أولا من الحقائق الثابتة أن إسرائيل ستقوم بقصف ثمن مفاعلات أو ثمن مواقع النووية وآخرها قبل أسبوع من الآن قبل تسع أيام قامت بإجراء أكبر تجربة أكبر عملية محاكاة أي 2500 كيلو قطعت الطائرات الإسرائيلية ثم عادت وتعاون معها الأمريكان على بناء يجرون تجارب من أجل قصف المفاعلات النووية الإيرانية وقصفها سيكون مؤكدا الآن إيران خرجت بمفهوم جديد وهو الإغراق النووي الإغراق النووي تقول إيران إذا قامت إسرائيل بقصف المفاعلات النووية سنقوم بالرد على دول مجلس تعاون الخارجي العربي والدول 36 الموجودة فيها المصارح الأمريكية سنرد عليها ب11 ألف صاروخ في الدقيقة الأولى أو في الساعة الأولى فتخيل الإغراق الصاروخي ثم بعد ذلك يليها سنقوم بالقصف بمعدل ألف صاروخ باليوم تتكلم عن 165 ألف صاروخ من شهاب وصاروخ الفاتح 110 تتكلم عن صواريخ طولها 24 متر وعرضها والرأس المتفجت من النسطون إذن الخوف ليس من الوكلاء الخمسة الذين تعتمد عليهم إيران الخوف من أن السعودية تتعرض للإغراق الصاروخي لأن هناك قاعدة الضهران وبها ثلث سلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسط موجود في هذه القاعدة وبالتالي إيران لا يوجد لديها ما تخسره ولكن دول مجلس تعاون الخارجي العربي والدول العربية التي فيها وجود أمريكي لديها كل شيء تخسره هؤلاء خرجوا دمروا بنية التحتيه لهم ودمروا البنية التحتيه للمحافظات الخمسة التي يقولون عنها محور الوقاوة والأسف كانت دول عامة نعم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة